يبدو أن إسرائيل غير متعجلة للإجتياح البري رغم تلويحها باقتراب ساعة الصفر لماذا لم تبدأ إسرائيل إجتياحها البري على غزة بعد؟ وما هي الحسابات التي تجعلها تفكر مرتين قبل الدخول إلى غزة؟ أولاً تقول إسرائيل أن أي عملية برية في غزة ستكون معقدة بسبب الأنفاق ومن الصعب تقييم حجم الشبكة التي أطلقت عليها إسرائيل اسم مترو غزة والتي يعتقد أنها تمتد تحت منطقة يبلغ طولها 41 كم وعرضها 10 كم وما يعقد الأمر أكثر احتمال وجود الأسرة فيها أيضاً التواغل البري سيؤدي إلى مقتل الجنود الإسرائيليين بالكماء والقناصة والأفخاخ الخداعية التي تنصبها حماس أمر آخر يعرق الخطوات الهجوم البري وهو الخشية من أن تحرك إيران ذرعها في المنطقة وتحديداً بعد أن حذرت إيران أن استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة قد يؤدي لدخول أطراف أخرى ساحة الصراع هناك تهديد ضمني آخر بأنه في حال اشتاحت إسرائيل غزة فقد يفتح حزب الله جبهة جديدة على الحدود الشمالية لإسرائيل مما يجبرها على خوض حرب على الجبهتين وبحوزة حزب الله بعد حرب تموز 2006 حوالي 150 ألف صاروخ منها ما هو بعيد المدى وآخر موجه بدقة إسرائيل تخشى أيضاً من انقلاب الرأي العام العالمي ضدها في حال ارتفع أكثر عدد القتل المدنيين في غزة وتحديداً بعد ما جرى في مستشفى المعمداني التي وصفت بالكارثة المروعة وطالب الكثير من قادة العالم بمعاقبة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها